اشتركوا في القناة التي اتفق عليها العرب في مطلع القرن الخامس الميلادية فقد كان الثمود تسميه مسبلا وكان عند سائر العرب العاربة يدعى نعس وبرك وذلك من بروك الابلي في يوم النحر ومن اسمائه ايضا الميمون وقد سمي ذو الحجة بذلك الاسم لانه كانت تحج فيه العرب الى بيت الله الحرام ولما جاء الاسلام عظم شهر ذو الحجة والعشر الاوائل منه وقد فرض الله في ذلك الشهر ركنا عظيما من اركان الاسلام وجعل فيه خير ايام الدهر فقد شرع الله سبحانه وتعالى شعيرة الحج وفرضها على عباده لما في ذلك من المصالح العظيمة والفوائد العميمة ومنها التعارف والتعاون على الخير والتواصي بالحق والتفقه في الدين واعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى وتوحيده والاخلاص له الى غير ذلك من المصالح العظيمة والفوائد العميمة التي لا تحصى ومن رحمته سبحانه وتعالى ان جعل الحج فرضا على جميع المسلمين في مشارق الارض ومغاربها فالحج فريضة عامة على الجميع رجالا ونساء عربا وعجما حكاما ومحكومين وذلك مع الاستطاع كما قال الله سبحانه وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فالآية الكريمة واضحة الدلالة في أن هذا الحج واجب على جميع الناس مع الاستطاع وقد اختلف الفقهاء في السنة التي فرض فيها الحج فقيل فرض في السنة الخامسة من الهجرة وقيل في السادسة وقيل في السابعة وقيل في التاسعة وقيل في العاشرة ولكن أصح الأقوال والراجح منها أنها في السنة التاسعة من الهجرة والدليل على ذلك أن العام الذي فرض فيه الحج سمي عام الوفود وعام الوفود اطلق على العام التاسع من الهجرة والحج مرة واحدة في العمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل افي كل عام يا رسول الله قال لو قلتها لوجبت ففي ذلك دلالة على انه مرة واحدة في العمر وما زاد عن ذلك فهو تطوع وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى ورحمته بعباده لانه لو كان اكثر من ذلك لكانت المشقة عظيمة بسبب التكلفة الكبيرة بالنسبة للبعيدين عن هذه البقعة المباركة وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة وفي الصحيحين ايضا عنه صلى الله عليه وسلم انه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجعك يوم ولدته امه وقال ايضا عليه الصلاة والسلام تابع بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكيرو خبث الحديد والذهب والفضة والحج المبرور ليس له ثواب الا الجنة فالحج له شأن عظيم وفوائد كثيرة ومن فوائده العظيمة ايضا انه اذا كان مبرورا فجزاؤه الجنة والسعادة وغفران الذنوب اما عن فضل العشر الاوائل من ذي الحج فمن رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد ان فاضل بين الاوقات والازمنة فاختار منها اوقاتا خصها بمزيد الفضل وزيادة الاجر ليكون ذلك ادعى لشحذ الهمم وتجديد العزائم والمسابقة في الخيرات والتعرض للنفاحات ومن هذه الازمنة الفاضلة الايام العشر الاول من شهر ذي الحجة والتي اختصها الله بمزيد من الفضائل والخصائص فقد اقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه تنويها بشرفها وعظم شأنها فقال سبحانه وتعالى في سورة الفجر والفجر وليال العشر والشفع والوتر وقد قال عدد من اهل العلم انها عشر ذي الحجة وشهد النبي صلى الله عليه وسلم بانها اعظم ايام الدنيا وان العمل الصالح فيها افضل منه في غيرها كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما حيث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله من هذه الايام العشر فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء وفي رواية أخرى زاد فيه فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ومن أعظم الأيام في العشر الأول من ذي الحجة يوم عرفة والذي قال فيه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء ويوم عرفة هو يوم مغفرة الذنوب وصيامه يكفر سنتين ومن أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة أيضا يوم النحر الذي هو أعظم الأيام عند الله سبحانه وتعالى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ثم يوم القر ويوم القر هو اليوم الذي يلي يوم النحر أي اليوم الحادي عشر من ذي الحجة لأن الناس يستقرون فيه بمنى بعد أن فرغوا من طواف الإفاضة والنحر واستراحوا فيه وقد حظيت عشر ذي الحجة بهذه المكانة والمنزلة لاجتماع أمهات العبادة فيها وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج ولا يتأتى ذلك في غيرها وهناك أعمال كثيرة صالحة جاءت النصوص بالحث عليها والترغيب فيها فمن أهمها التوبة النصوح والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى والتزام طاعته والبعد عن كل ما يخالف أمره ومن أعمال عشر ذي الحجة الحج إلى بيت الله الحرام فمن المعلوم أن هذه الأيام توافق فريضة الحج وإن الحج من أعظم أعمال البر كما قال صلى الله عليه وسلم وقد سئل أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور ومن أعظم الأعمال التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه في هذه الأيام المباركة المحافظة على الواجبات وأدائها على الوجه المطلوب شرعا وذلك بإحسانها وإتقانها وإتمامها وإتمام ومراعاة سننها وآدابها وقد يتساءل سائل لما لم يحج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة التي فرض فيها الحج رغم أن الحج واجب على الفور لمن استطاع فالجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحج في تلك السنة وذلك لأسباب عدة أولها كثرة الوفود عليه في تلك السنة ولذلك تسمى هذه السنة بعام الوفود ولا شك أن استقبال المسلمين الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ليتفقه في دينهم أمر مهم للغاية بل قد نقول أنه واجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبلغ الناس دينهم أما السبب الثاني أنه في السنة التاسعة كان من المتوقع أن يحج المشركون وقد وقع ذلك فأراد صلى الله عليه وسلم أن يؤخر حجه من أجل أن يتمحض حجه للمسلمين فقط وهذا هو الذي حدث فإنه أذن صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة أن لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان حيث كان الناس قبل الإسلام يطوفون عراتا بالبيت إلا من وجد ثوبا من قريش فإنه يستعيره ويطوف به أما من كان من غير قريش فلا يمكن أن يطوفوا بثيابهم بل يطوفون عراء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لحج بيته الحرام وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه وأن لا يحرمنا من نفحات تلك الأيام المباركة دمتم في رعاية الله وأمنه ترجمة نانسي قنقر